السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود قناة متركس 2.17 على اليوتيوب والنهاردة ان شاء الله هشرح لكم ازاي نجمع جهاز كمبيوتر مكونات الجهاز معنا في برده جيجا بايت اتش واحد ستين في رام اه اربعة جيجا في معنا المروحة او الفان في البروسيسور بروسيسور بنتيم دي اتنين وسبعة وده معنا كار الشاشة رادون اتش دي خمسة روعمية وخمسين اتي او اي اتين جيجا دي مكونات الجهاز وطبعا معنا بارس اللي ده احنا بس هنعمل دي تاست هنبدأ بس الاول ان شاء الله انا اتعرف على المزر بورد ده المكان بتاع السوكت اللي بتركب فيه البروسيسور او المعالج بتاع الكمبيوتر وده مكان تسبيت المموري او وده مكان تركيب كار الشاشة وفي عندنا اتنين لتركيب الكروت الخارجية وعندنا هنا ديت منافذ التوصيل ده مكان الكيبورد مكان الماوس مكان توصيل البرينتر او اللي هي البرينتر قديمة مكان توصيل الفيجا وده اربع مكان اللان وده اه مداخله مخارج الصوت اللي بيكون لونه اخضر ده داخل الصوت اللي لونه احمر او اه بورتقاني ده بيكون اه لداخل المايك وفي اللونه ازرق او اللبني بالشكل ده ده بيكون للايين ان هنبدأ اول حاجة ان شاء الله في الماثر بورد طريقة فك السوكت بالشكل ده كده بضغط هنا وبرفع السوكت وبلاحز معنا البروسيسور بلاحز اتجاه البروسيسور في التسبيت لو بصينا على البروسيسور هنلاقي فيه اتنين هنلاقي فيه جزئين كده مكان او دليل كده واضحة شوية هنلاقي على البروسيسور هنا فيه مكان فتحتين زغيرين كده ده مكان تسبيت السوكت بتاع البروسيسور في الاعداء نبص هنا السوكت هنبص برضه على الاتنين انديكيتور دول يكونوا في نفس اتجاه البروسيسور يعني هركب البروسيسور كده بالشكل ده وطبعا قبل ما ركب البروسيسور بكون حريص ان مكان البنات دي ما المسهاش خالص لان لو فيه اي بنا حصل فيها مشكلة بيكون المازل برضه بالكامل بازت او بتستدع صيانة بشكل خاص والمازل برضه عماتا جديدة فعني ايه نكون حرصين في التركيب ركبت كده البروسيسور خلاص تأكدت الاول من الاتجاه بتاعه ما كانت فتحتين هنا اول اتنين انديكيتور وركب البروسيسور بالشكل ده كده تسبيت سهل يا فيش مشاكل دي اول مرحلة تاني مرحلة نيجي لتركيب الرام او الزاكرة هنلاحز ان الرامة بيكون فيها جزء اطول من جزء يعني الجزء ده قصير جزء ده اطول من هنلاحز برضه ده في المزر بورد فيه جزء هنا اطول من جزء فبالتالي لما بركب المموري او الرامات بكون حريص انها تكون ركبة في الاتجاه السليم بتاعه ولو معي رامة واحدة بس بركبها في السوكت الاولاني يعني لو لاحزنا هنا هنلاقي مكتوب في عندك دي دي ار سي ري وان ودي دي ار سي ري تو يبقى طالما انها رامة واحدة يفضل بركبها في دي دي ار سي ري وان وبلاحز الاتجاه بتاع تركيب الرامات بكده ده كده اوكي انا ركبت الرامة نجي المرحلة اللي بعد كده وهي المعجون الحراري للبروسيسور المفروض الفان او المراحب بيكون جاي معها معجون حراري ان ما كانش فيه الكاس معجون حراري بالشكل ده كده دي بتتباع مع او تتباع في مكاتب الكمبيوتر او اخلي بالي ان بيكون في منها انواع مغشوشة فاكون حريصا هي بيجيب النوع الاصلي والنوع الاصلي بنحسه في الزوجة بتاعت المعجون نفسه بحط جزء كده على البروسيسور والجزء التاني على المراحة او الفان بالشكل ده نيجي بقى لجزء بتاع تثبيت المروحة او تثبيت الفان دي الفان الانتل اللي بتيجي مع البروسيسور بخلي اتجاه الاقفال البلاستيك دي كلها في اتجاه الداخل بحيس ان بيكون في بنز هنا ده بيضغط كده بالشكل ده كده فيقفل على السوكت نبص عليها مع بعض و بخلي برضو ملحوظة ان انا بخلي اتجاه الكابل ده يكون ناحية السي بيو فان يعني هنلاحز هنا مكتوب سي بيو فان اللي هو في الجزء ده نخلي اتجاه الكابل في المنطقة اللي فيها سي بيو فان انا كده ركبت الكابل واجي هنا على تثبيت البروسيسور تثبيت البروسيسور او المروحة بتاعت البروسيسور سهلة جدا مجرد بس ان بضغط هنا كده في الاتجاه ده وبلاحز ان انا او اخلي بالي اني لما اضغط على الاواعد بتاعت المروحة اضغط عليهم يعني القعدة دي ركبتها اركب القعدة الموازية لها لطول وبعدين دي والموازية لها لطول نلاحز هده دي كده المروحة تثبيت تحت بالشكل ده يبقى انا كده ركبت المروحة ركبت البروسيسور ركبت الميموري باقي توصيلات الباور ده معانا الباور ساب لاي احنا تعرفنا قبل كده على طريق التوصيل والماظر بورد في فيديو قبل كده ده الجزء الاولاني الخاص بالباور وده الجزء التاني الخاص بالباور بتاع البروسيسور هزوت بس جزء من عندي هنا ونحن هنستعمل تستر اللي هو القطعة دي او الجزء ده ده بيعمل لي تستر على الماظر بورد كبداية تشغيل نوصل باور للبروسيسور للاسف نوصل باور دي الباور ساب لاي ونجي بعد كده للمرحلة اللي هي خاصة بالتست او الاختبار وهي اننا هنشغل الماظر بورد باور انا هنا بس برضو زودت حاجة وهي السماعة او السبيكر يعني دي سماعة خارجية او سبيكر خارجي انا استعملته هنا لو لاحزنا هنا هنلاقي في مكتوب بي دابليو موجا مسالم مكان البنين دول البنين دول لو انا لمستوهم مع بعض دلوقتي الماظر بورد هتشتغل ده بالزبط زيه زي الباور سويتش الامس اللي اتنين مع بعض كده واشوف نتيجة هتبقى عامل ايه ده بدأ يعدي معي اكواد وقدى صفورة كده اللي هو من الجهاز خلاص بدأ يشتغل ديجي المرحلة اللي بعد كده وهي تثبيت الماظر بورد في واحدة المعالجة او في 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 البداية هنحتاج نعرف اماكن المسامير اللي محتاج لها ده كده شكل الماظر بورد مكان تركبها في عندنا ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست مسامير نسابيتهم كده ده بعد ما ثبتنا مسامير هنركب الكفر او الغطة بتاع الماظر بورد ويكون شكل تثبيته كده بعدين نيجي المرحلة التركيب الماظر بورد نركب الكفر او الغطة بتاع باتنا بعد ما ثبتنا المسامير يجي دور تركيب الكرش شاشة هنركب الجزي ده كده ويسركب الكرش شاشة او كده كده بنشكل دا هو بيساب الموسمار في الكفر بتاع الكيسة يبقى انا كده خلاص نسبت المزر بورد باقي توصيلات الكابلات نبدأ باول كابل معنا اللي هو كابل الباور ده زي ما احنا عرفنا في الفيديو اللي فات دي طريق تزويت بتاعته وينيجي الكابل ال 12 فولت لو الكابل تويل ممكن بنلفه لفه كده وينثبته عادي باقي عندنا دي توصيلات اليو اس بي وتوصيلات الاوديو دي اماكن تواصيلة هنا ده مكان اليو اس بي ده برضو يو اس بي وده اخر حاجة معنا اللي هو الاوديو نجير البزء المهم وهو توصيل كابلات الباور هنلاقي كل كابل منهم مكتوب عليه ووظفتهم ده موجة بوسالب وفيه ده زي ما هو ظهر قدامنا كده وده كده الباور سويتش على حسب المنور بتاع الماثر بورد بعرف اماكن توصيلهم او ممكن ابص على الماثر بورد هلاقي الكتابة بتوضح لي اماكن التوصيل ده الهارد الموجة بوسالب وبراعي في التوصيل الهارد ديسك الموجة بوسالب ده كده اصبح الجهاز بتاعنا جاهز للتشريف ممكن نوصل له بور ونشوف الاداء هيبقى عاملة ازاي ده كده اوكي سمعنا السفارة يبقى الجهاز كده اشتغل هنكتفل كده النهارده ومعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي لو الفيديو عجبك لايك للفيديو سبسكرايب لقناة شير لو حسيتنا حد ممكن يستفيد من المعلومة ومعادنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وإلى إله إلا الله